قبل النهاية كتير قوي وأيضا ودي اللي بقى ليه حزبة ثانية هتدخلنا في حزبة برما صاحب الأرض والجمهور صحيح وصايف ماتش الكاميرون وجه الصعوبة فيه إزاي وخصصا كمان طبعا أنه عندنا يعني ضربات مؤلمة وموجعة بعدد من الغيابات يعني لعيبة كانت الأبرز في مشوار المنتخب الوطن ما بقيتش الآن يعني بصراحة شديدة جدا يعني ما بقيتش الآن أنه حتى البديل اللي بيبقى متواجد بيكون على نفس الكفاءة لم يكن أفضل يعني لو شفنا محمد عبد المنعم مثلا واحد من أفضل اللعبين الموجودين في البطولة رغم أنه ما كانش موجود بشكل أساسي مع منتخب مصر في بداية المشارع وحتى في القناعات مستر كيروش يعني عمر كمال ما كان أكرم توفيق أدى بشكل جيد جدا أسماء كتيرة ما كانتش موجودة أيمن أشرف أسماء كتيرة ما كانتش موجودة بشكل أساسي ولكن وجودهم والروح والإصرار والعزيمة اللي موجودة قدت أداء غير طبيعي منهم وأعتقد أن ده أو دي حالة اللعب المصري دايما بتكلم فيها لو أنت أحمد دايما اللعب المصري محتاج معالجة نفسية قبل كل بطولة أو قبل كل مباراة يأديها وده اللي حنيجي فيه للأهلي بعد كده اللي أنا هتكلم في ده بشكل كبير أنه اللعب المصري دايما محتاج مش معالجة نفسية ولكن محتاج تعامل نفسي بشكل معين يقدر يدخل من خلاله لأداء الفن الطبيعي مع الروح والإصرار والعزيمة اللي بتفرق كتير جدا جدا والتعامل لعب المصري بزكاء لأنه مش عايزة أقول اللعب الأفريقي العكس ولكن اللعب المنتخب المصري دايما بيتعاملوا مع أفريقيا بزكاء شوية في التمرير وفي التحركات وفي التمركز الحاجات دي بتفرق كتير جدا جدا في أداءنا وفي نتائج مبارياتنا عايزة أقول إن الكاميرون منتخب قوي جدا ولكن ما زال الكاميرون ما خدش مباريات كبيرة يعني مشوارنا كان الأصعب مشوارنا كان الأصعب في البطولة نحن من الأربعة اللي وصلوا قبل النهاية مشوارنا الأصعب الأصعب طبعا منتخب كتفور مرشح بقوة جدا منتخب مارب كان المرشح الأول للمطولة مصر المغرب يعتبره النهاية مبكر طبعا الكاميرون ما وجهش فرق كبيرة وبالتالي نتائجه عظيمة يعني نتائجه فيها أرقام كبيرة من الأهداف والاستحواز ولكن منتخب لا يستهدف خداعة ولا بتترجم قوة لا شوف بتزيد بتزيد ما هو إنت لما بتلعب مباريات إحنا شوفنا جزر القمر شوفنا بوركينا فاسو شوفنا منتخبات ما كانتش موجودة في الحسبان قدت بشكل رائع جدا وده يديلك مؤشر أنه أفريقيا بتتبدل الأحوال فيها غانا يعني كان بالنسبة لي غانا والجزائر صدمة كبيرة جدا جدا خروجهم من المبكر جدا فرق كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا جزائر كان واحد من أهم المرشحين للبطولة ونيجيريا قدام تونس و تونس قدام بوركينا فاسو ده صحيح ونيجيريا كمان يعني بشكل خاص أنا كنت أعتقد أن نيجيريا هتبقى طرف النهائي لأنها فرقة مكتملة الأركان يعني فأعتقد أنه ما بقاش في فرقة ضعيفة تقدر تقول عليها ضعيفة ولكن الكاميرون مشوارها كان أسهل مستواهم زاد وارتفع يعني أنا متابع الكاميرون ببداية البطولة لا كل مباراة بيزيدوا عن المباراة اللي قبلها فنيا وبدنيا وزهنيا وده دي حاجة تقلق عندهم طبعا هدفين البطولة ولكن أنا أعتقد أن منتخب مصر إن شاء الله خلاص دخل المعترك الإفريق خلاص بقى موجود شخصية المنتخب المصري وشخصية لعبتنا وده اللي بتدي دايما تفاعل ده اللي بتدي دايما يعني عايز أقول إن مصر دايما ولادة ودايما مصر بتقول إنه روحنا وإسرارنا وعزمتنا بالإضافة لإمكانياتنا الفنية والبدنية ومجموعة اللعبين الموجودين لا حنقدر إن شاء الله أنا تخطى الكاميرون إن شاء الله نقدر نفوز بالبطولة بإذن الله النسمة ببسطت شاوي لما سمعت اسم بكاري جسام عايز عرف